وعداً من حلقتنا القيمة جداً في عالم تأخر الإنجاب هذا العالم المسير العالم اللي دايماً بيخلينا نفكر إيه السبب في عوامل كثيرة دلوقتي تلام بإنها تحدث تأخر الإنجاب من ضمنها مثلاً الأكل الدسم الأطعمة الأوفر الدسمة السمنة وتأثيرها على الهورمونز بتاعت الست أكل المواد المصنعة مش هقول الأطعمة لأنها مش أطعمة الحقيقة هي مواد مصنعة بولو بيف بقى والبسترمة والحاجات اللي مش حالوا دي بقى خلاص كفاية بقى ما خلاص كانت مودة وخلصت المشروبات الغازية برضو كانت مودة وخلصت التدخين ما كانش أبداً مودة طول عمره كرسى الأطعمة اللي فيها هورمونات زي الفاصفود ومنتها الخطورة الصهر عدم الانتظام في النوم بليم ملام الحاجة برضو المهمة قوي العصبية والغريب يا أخي اليومين دول أنه لنلاحظ أن الستات بقع عصبيات كتير باللاحظ وإنت ماشي في الشارع تلاقي ستة عصبية جنبك بتسوق بعصبية تنرفز الستات ما كانوش كده إيه اللي حصل خلال الستات يبقى عصبيات وده بيأثر على قدرتهم على الإنجاب هل في مشكلة ما في الحرمونات الخاصة بالستات في الأكل والأخير التعرض ليه اللي احنا قناده كله أثر فخلهم عصبيات سؤال مهم لكن يبقى الورم اللي في تحس انه نجم شباك تحس انه متربع كده على عرش المعيقات للحال النهاردة عايزين نعرف نجم الشباك ده موقعه وإيه بالزور نفهم الكلام ده بالتفصيل النهاردة مع ضيفي العزيز المبدع دائما اللي بيسعدني بحواره العلمي الدقيق دائما اللي دايما حواره تاور زبايت تجاه الهدف لكن تسمعوا دايما المستقبلية الأحدث والأهم والأقوال الفاصلة في أشياء قد يختلف عليها حتى المدارس العلمية ضيفي العزيز الأستاذ الدكتور محمد حسني استشاري أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب والحقل المنجاري وجراحات المناظر صاحب ماجستير الحقل المنجاري من جماعة ميسينة بإيطاليا ودبلومة جراحات المناظر المتقدمة من الهند وجراحات المناظر الدقيقة من فرنسا والجمعية المصرية للخصوبة والعقم وتأخر الإنجاب جمعية الأوروبية للخصوبة وتأخر الإنجاب والأمريكية للخصوبة وتأخر الإنجاب والجمعية المصرية للتدخل الجراحي أدى خضيف العزيز أهلاً أهلاً بك 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 أهلاً حبيب تبقى دايماً الأورام اللي فيها نجم شباك عندكم ليه؟ لأنها من الأشياء اللي بتبقى الظهرة بالتشخيص البسيط اللي احنا بنشوفه على طول وبقت زي ما حاجمك كاملت في بداية الحلقة اللي فيه بعض الحاجات اللي بدأت تظهر في حياتنا اليومية بسبب الأكل اللي مش مزبوط فبيأثر على هرمونات السيدة فبيبدأ يظهر نشاط لبعض الخلايا اللي موجودة في جدار الرحم اللي بتكون الأورام اللي فيها الأورام اللي فيها دايماً احنا بنقول عليها اللي هي دي حالة من زيادة هرمون الإستروجين في الجسم فده يؤدي إلى نشاط في خلايا الرحم فبعضها يؤدي إلى الورم اللي فيها فده عشان كده بقت موضة الأورام اللي فيها يعني لما نتكلم عليها دلوقتي ما عادش ليها دعوة بالحجم الورم اللي في زي ما كنا بنفكر فيها زمان بقى في مكان الورم اللي في ما عادش إيش إيميون ما عادش مثلاً هو بيظهر في سيداته الكبار وما بيظهرش في الصغيرين لا دلوقتي هو ممكن يظهر في الصغيرين أكتر من الكبار الموضوع بقى حساس شوية بزيادة عشان إحنا ممكن نضطر الاستقصال الرحم في السيدات اللي فوق الأربعين سنة برضو كان زمان بالسيدة اللي فوق الأربعين سنة وعندها ورم ليفي وبتستجب العلاج نقول لها استني لحد ما توصل لسن اليأس والورم اللي فهيبدأ يحصل له ريجريشن اللي هو هيبدأ يحصل له ضمور وبعد الخمسين سنة خلاص ما عادش فيها بقى فيه هرمونات في جسمك لا بعض الحالات وحالات كتير جداً المشاكل الورم اللي في التستمر لحد سن بعد سن اليأس وأعراضه بتبدأ بتشتد لأن هرمون الاستروجين استيل لسه موجود حتى بعد المبيض ما عادش أغال لأن فيه مصدر غير المبيض اللي هو الأكل من برة والعادات الغذائية السيئة والسمنة طبعاً منتشرة جداً اليوم من دولين إزاي بنقسم الأورام اللي فيها؟ الأورام اللي فيها إحنا بنقسمها تأسمتين تأسمها حسب حجم الورم اللي فيه وتأسمها حسب مكان الورم اللي فيه حسب حجم الورم اللي فيه هو أورام اللي فيه أقل من 5 سنطي وأورام اللي فيه أكتر من 5 سنطي ودي قرار فيها بيختلف من حال الحال لكن التأسيمة الأساسية الأورام اللي فيها اللي هي الفيجو كلاسيفيكيشن اللي هو مكان الورم اللي بيتأسم من واحد لحد سبعة من زيرو لحد سبعة زيرو اللي هو موجود جوه تجويف الرحم هو مش موجود في الرحم بقى موجود جوه التجويف اللي هو كله على بعضه الورم كله على بعضه زي من الرسمة الموجودة اللي هو زيرو اللي هو متعلق في علقة كده في الرحم من جوه في اللي هو الواحد اللي هو اكتر من خمسين في المية من الورم اللي في موجود جوه تجوه في الرحم الفيجو اتنين اللي هو بيبقى عبارة اكتر من خمسين في المية موجود خارج تجوه في الرحم اللي هو اقل من خمسين في المية موجود جوه تجوه في الرحم الفيجو تلاتة اللي هو موجود في جدار الرحم وتوتشينك الكافتي يا دوبك انا لو دخلت بالمنظر الرحم مش هشوفه بس هو توتشينك الكافتي بعد كده بنبدأ بقى ايه بخمسة وستة وسبعة اللي هو بقى موجود برا ويطلع برا ايه برا الرحل طبعا مكان الورم الليفي هو اللي بيؤثر وهو الاكتر تأثيرا واكتر اه زهور للأعراض لسيدة لان مش كل واحدة عندها ورم الليفي بتشتكي فيه سيدات كتير بيجوا للعيادة ما بيشتكوش من اي حاجة خالص وجايين بيشتكو من شكوى تانية اعمل لهم اشعة تلفزيونية اكتشف اللي عندهم ورم الليفي فهو مش كل واحدة عندها ورم الليفي بتشتكي ومش كل واحدة عندها ورم الليفي لازم يكون فيه تدخل في العلاق فهو مكان الورم الليفي هو اللي بيحكم الاعراض وهو اللي بيبقى اكتر شدية في الاعراض طيب هو الورم الليفي اللي موجود ده اه مكانه مثلا اخطرهم ومش هقدر اقول اخطرهم يعني اقولها مثلا Lingua اشدهم ظهران الاعراض اللي هيundy زيرو والواحد والاثنين والتلاتة والثلاثة ليه؟ لأنهم ببقوا أكتر قرب لتجويف الرحم بقية الأورام اللي فيها بتبقى موجودة برا تجويف الرحم فما بقاش فيه تأثير قدي كده على الايه؟ على السيدة طيب أنا عمال أقول الأعراض الأعراض هي ايه الأعراض بقى اللي موجودة عن الواحدة؟ هم أتنين ملهمش تالب حاجة اسمها كومبريشا سيمتهم الأورام اللي فيها بتضغط على الحوض فبيقى عبارة عن ظهور ألام موجودة في الحوض أو خلل في الدورة الشهرية أو حدوث نزيف في وقت غير الدورة الشهرية لو الدورة الشهرية بتجي للسيدة أكتر من سبعة أيام أو الكمية بتاعتها كبيرة اللي هي السيدة بتغير أكتر من ثلاثة أو أربعة بات في اليوم والكمية هي ملاحظها موجودة بزيادة أو الفترة أكتر من سبعة أيام إحنا بدينا نعتبره نزيف أو نزول دم في وقت غير أيام للدورة الشهرية أو ظهور ألم في الحوض الألم في الحوض بتعتمد حسب مكان الورم الليف الورم الليف ده موجود في الرحم من قدام أو موجود في الرحم من وراء أو موجود في أماكن تانية في عونق الرحم مثلا فلو موجود من قدام ده بيعمل ضغط على المسانة فبيبدأ السيدة تشتكي من ألم في أثناء البول لو موجود وراء بتبدأ تشتكي في قولون وتشتكي في ألم في الظهر لو موجود في عونق الرحم أو موجود في الرحم من جنب ده أو الجنب ده فبتبدأ تشتكي من ألم مزمنة في الحوض وممكن يوصل لألام أثناء علاقة الزوجية المشكلة التانية أن الأورام اللي فيها بتتعرض لبعض التغيرات حاجة أنا معرفش معناها إيه بالعربة سيه الهايلين دي جنريشن والريد دي جنريشن التأكل آه تأكل في خلال ورم نفسه مش تأكل في الورم الورم بيحتفظ بحجمه زي ما هو بس بيحصل خلال داخلي جواه دي بتزهر بعض الألام اللي بعض السيدات ما بيستحملوهاش وما لهاش علاقة بحجم الورم لاي السيدة مثلا جيالي بورم ليه في حجمه 3 سنطور بتشتكي بألم لا يستحمل في الحوض فبضطر تدخل تمام على عكس سيدة تانية بتبقى جيالي بورم ليه في حجمه 7-8 سنطور ما بتشتكيش أصلا من الأعراض التدخل في الأورام اللي فيها بيعتمد على شكوة المريض وسن المريض المريض دي عندها كم سنة والمرض دي بتشتكي من إيه؟ هل بتشتكي من ألم في الحوض؟ بتشتكي من نزيف أثناء الدورة الشهرية أو ظهور دم في غير أوقات الدورة الشهرية؟ أو بتشتكي من تأخر في الحمل؟ طيب الناس اللي هتسألني وتقولي يا دكتور طيب الورم اللي في ده بيغير بيأخر الحمل يعني هو ده موضوعنا الأهم بيأخر الحمل الورم اللي في ده عامل زي البرزايت عامل زي الجسم الطفايلي اللي هو بياخد من غيزة الرحم من غيزة الرحم اللي هو من غيزة بيطانة الرحم اللي بيحدث فالحمل لو فرض مثلا بالوصف البلدي العام كده لو الرحم ده بيوصل له مثلا لتر الدم مثلا كل دقيقة اللتر ده هيتوزع للرحم بمشتقاته بالرحم بالانابيب بالمبايد بقونق الرحم بالحوض الأجزاء التانية اللي موجودة في الرحم طيب لو فيه فرض بقى جزء تاني موجود بيتغزى من الدم اللي وصل له فالمبيض مش هياخد حقه الرحم مش هياخد حقه والأهم والأهم بيطانة الرحم مش هتاخد حقها فعنما بطانة الرحم بيحصل فيها خلل في الدورة الدموية فده بيأثر على ايه؟ على حدوث الحمل النقطة التانية بقى اللي هو الميكانيكا الإفكت اللي هو الورم نفسه لو موجود في تجويف الرحم فيه أوضة المفروض نحط فيها أنتري مثلا ولقينا مرة واحدة فيها عمود في نص الأوضة خلاص خلصت يعني الأوضة مش هتستطف كويس ففيه جسم موجود مش هيخلي الحمل يحصل أصلا سواء ده اللي هو الدرجة الزيرو أو الواحد أو الاثنين التلاتة اللي هو موجود بره تجويف الرحم بس يلمس بطانة الرحم ده بيقعد في المكان بيخلي التربة غير صالحة لحدوث الحمل أصلا من الأساس فده مشكلة اللي هي مشكلة اللي هي الورم الليفي هو علاقته بحدوث الحمل السؤال ليه الستاتي جيلها أوراق الليفي السبب؟ هل أكل هرمونات خلل؟ ما فيش سبب صريح نقدر نقول عليه اللي هو ده سبب في الورم الليفي بس إحنا عارفين اللي هو الورم الليفي ده هايبر إسروجينيك استيت اللي هو فيه هرمون الإسروجين موجود بزيادة في جسم السيدة فيؤدي إلى ظهور أورام الليفي كلها نظريات كلها الثيوري فيها عامل وراسي آه فيها عامل وراسي فيه أعداد غذائية سيئة آه طبعا أعداد غذائية سيئة وقسمنا الزيادة من العوامل المساعدة على حاجة زيديا بس ما فيش حاجة صريحة وإحنا ما بنهتمش بالموضوع ده قوي لأنه هو مش هيؤثر في قرار العلاج يا المشكلة في بعض الحالات بقى اللي أنا مثلا بعد ما بشلها الأورام اللي فيها وفاجأ بعد سنتين أو ثلاثة ظهور أورام اللي فيها أخرى وأنا شفت حالات من دي كتير أنا جاي لحالة خمسة وثلاثين سنة عامل خمس مرات أورام اللي فيها وجاي لي الرحم بتاعها عبارة عن عنقود عنب قطع دوائر 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 اللي دارت لها قولت أنا أنا مش عارف أنا هشلك إيه واسيب لك إيه المشكلة هي انفرتايل لازم يبقى فيه فانك نيوترس بعد ما بالزبط بالزبط رحم بالزبط بالزبط فده ما فيش سبب صريح أقدر أقول عليه إن ده سبب مباشر للأورام اللي فيها اللي موجودة في الرحم السؤال بقى اللي هو الأهم متى نتدخل لإزالة الأورام اللي فيها في حالة تأخر إن جاء تمام التدخل لأورام اللي فيها عموما حسب شكوة المريضة زي ما أنا قلت من شويه تمام لو واحدة هنتكلم على التقسيم الأوانية لأورام اللي فيها لو حجمها أقل من خمسة سنتي ومش موجودة لملهاش علاقة بتجويف الرحم ده ما منتدخلش فيها تماما ده لو السيدة بتشتكي من تأخر في الحمل لو الورام اللي في موجود جوه تجويف الرحم اللي هو التأسيمة زيرو واحد واثنين وثلاثة لازم لازم لورام اللي في ده إن شاء الله قولا واحدا مفيش فانقاش نرجع تاني للصورة الأولية عشان نفكر الناس بالزيرو واحد والاثنين أيها زيرو اللي هو موجود كله جوه تجويف الرحم واحد اللي هو أكتر من نصه موجود جوه تجويف الرحم اثنين اللي هو موجود أقل من نصه جوه تجويف الرحم ثلاثة اللي هو بيلامس تجويف الرحم الورم اللي في ده حجمه حتى لو نص سنطي لازم إن شاءل الورم اللي في ده لو موجود في الرحم من تحته ولها لقب تجويف الرحم برضو لازم إن شاءل لإن حقيق زي ما أنا قلت حالك حالي دلوقتي أنا بسدت في أنتريه في أوضة وفي عمود جه في نص الأوضة مش هيتم مش خلاص معليش اسمها أوضة أصلا فده مشكلة إحنا بنعانيها أنا حضرتك في حالة جايلي من بره عامل حقني مجهري وما تعمل لاش لأشعة ثلاثية الأبعاد ولا تعمل لها منظر رحمي عشان يتطمينه هم اعتمدوا اللي هي حصل لها حامل مرة قبل كده وحصل لها والدة وما فيش فيها مشاكل ففشلت فجالي تعمل عندي فأنا قلت لأ مش هينفع لازم عمل منظر رحمي خصوصاً أنا شفت حاجة مش مزبوطة بالأشعة ثلاثية الأبعاد دخلت لقيت ورم ليه في حاجة مو بالزبط نصف سنطر وموجود في المكان اللي هينزلها في الجنيه اللي هو الابر تيرد اللي هو التلت الفوق أنا من الرحم اللي هو الزيرو زي الحتة اللي فيها الزيرو ده كده هو بالزبط زيرو حتى أنا ما اشتغلتش بالديثير ما اشتغلتش بالكده أنا شلته بالمقص يعني هو ما تاعبنش في شي له هين عمل ليه ما خلتش ربط من عشر دقائق هو في المكان الزرع بتاع الجنيه نفس المكان اللي هو الزيرو ده بالزبط يعني هو موجود في الرحم من فوق ايه طرق التعامل؟ الجراحية فقط ولا فيه أسليق أخرى رقم واحد منزار رقم اثنين منزار رقم ثلاثة منزار جراحة في حالات خاصة يس يعني ده موضوع ما فيش فيه نقاش ما حدش يقول لا احنا نخش بالمجراحة عشان نزبط الموضوع ولينا ده الكلام ده بيزعان الاورام اللي فيها ما بتتشارش بيزع لكل الناس ده الموضوع ده كارسي فهو المنزار التدخل لستصال الاورام اللي فيها أفضل من المنزار لأن مشكلة الأورام اللي فيها بالجراحة بتبقى بيحصل التساقات يعني حرفيا بيحصل التساقات مش كويسة في الحوض عايزين نوضح للناس أنه المنزار نفسه جراحة بس نحنا بنتكلم على نقصد المنزار كأسلوب ده داكل ولا جراحة مفتوحة لا اجراحة المفتوحة دي كارسي لا اجراحة المفتوحة دي كارسي حاجتشوف المنزر بتاع بطن عينة ما تفتحتش ده ده المنزار ده المنزار عبارة عن فتحات كل فتحة مص سنطفة البطن هو ليه ما بيحصلش التساقات هو ويرد يحصل التساقات مع المنزار بس بتبقى أقل كتير أقل أكتر من النص يعني ليه بقى ما بيحصلش إن البطن العينة ما بتفتحش ما بيبقاش فيه فوط ما بيبقاش فيه تنشيف قولول ما بينجيش نحيته ما بينمدش إيدينا جوه بطن المريضة وإحنا بنعمل العملية فيبقى منزار المنزار مش متعب للسيدة قد ما هو متعب لأن إحنا كجراحين الجراحة في الأورام اللي فيها بتبقى أسهل كتير بالنسبة لي ليه؟ لأن التحكم في الورم في الجراحة إنت ماسكوا بإيهدك وبتشتغل لكن في المنزار بتشتغل بقى لك قطرها حاجة زي ما أنت شايف في الفيديو كامل دي قلك واللي إنت حاجة شايفها كبيرة دي كلها قطرها نص سنطفة فما فيش مش حاجة كبيرة وطبعا تشايف الدخة في الشوري طبعا دي بتطول عشان تقعد اشتغل أنا يعني بعض نظرنا أي جراحات مناظرة تانية الورم اللي في بالتحديد من العمليات اللي بتطول معاي في الشغل يعني أنا ممكن أشيل الرحم بالمنزار في نصف ساعة واشيل الورم ده مثلا في ساعتنا أو ثلاثة ليه؟ لإن هي بتبقى عملية دقيقة وبتبقى دايما بتبقى أنت شغال بتبقى على قدر الإمكان بتحاول تحافظ على الرحم ومتوصلش التجويف بتحاول ما ينزلش دم كتير الغرز بتبقى يا غرز زي ما أنت شايفت تبقى غرز شوية دقيقة عشان نقفل الجرح من جوة كويس فدي طبعا بتبقى من العمليات المؤريفة ليه أنا كجراح لكن كمريضة أنت أفضل لك طبعا من منزار إمتى ألجأ للجراحة بقى؟ ألجأ للجراحة لما يكون الورم حاج مكبير جدا اللي هو واصل فوق السرة بتاعت واصل قريب من زيبستر ده هيبقى حاجة يعني حتى لو أنا شلته أنا هتطلعه منين النقطة الثانية كمان لما يكون فيه أورام لفيه كتير وموجودة في أماكن المنزار مش هيشوفها ولازم أحس الإحساس بتاع إيد اللي هو التكتالي سنسيشن يعني مثلا واحدة مثلا عندها خمس ستة أورام منهم مثلا ورم حجمه خمسة سنط وموجود بره الرحم ويبقى باين قدامي لكن في حاجات موجودة في اقدار الرحم نفسه ودوائر صغيرة 2-3-4 سنط كده حاجات دي أنا مش هشوفها بالمنزار ومش هارف أحسان المنزار هي الجراحة دي بيجي دورها بقى اللي هي التكتالي سنسيشن أمسك كده الرحم وحس الورم فين وافتح عليه فده من اللي بيقايم الموضوع أنا كجراح لما أقول لها هيك أعمله منزار يبقى منزار طيب إيه النقطة الثانية في العلاج اللي هي الأورام اللي فيها اللي هي اللي أنا قلتها من شوية اللي هي صفرة وواحد واثنين وثلاثة ده يجي دورها بالمنزار الرحمي من غير اللي أنا أقرب للبطن تماما وفي فيديو حالا الفيديو ده يعني ده ما خلش منه أكتر بالزبط ريال تايم حوالي سبعة أو تمن دقائق ده منزار الرحم باقي جدا داخل من المهبل داخل من المهبل لسه هو دخلت عنوك الرحم قداما موجودة هو خلاص هناك هو دخلت عنوك الرحم الحالة دي أن أنسة طبعا هيده عنوك الرحم دخلت خلاص بس كده وصلت سهلا ما وصلت عنوك الرحم كده أنا أطاع بنص الشوت ده ريال تايم ده منزار أنا عامله بنفسي ده ريال تايم بنفس الديوريشم بنفس الديوريشم يتعلم ده ده إزالة ورم ليف من الرحم بمنزار بمنزار رحم يعني أنا ما قربتش للبطن تماما 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 فيه نقط تانية بقى بتستخدم لعلاج الأورام اللي فيها بس من مشهد الطرق لوحدها عندها تأخر في الحامل عندها مشكل تانية أول حاجة اللي هو الهايفو اللي هو أشعة يعني أشعة تلفزيونية متقدمة بتتوجه للورم اللي فيها بتؤدي إلى آآ النوع من وعي الديجين ريشن اللي بيحصل تآكل ودمور آآ يحصل لها الضمور شرين كين آآ بيحصل لها الامبولايزيشن اللي احنا بنعمل بنفل الشريان اللي بيغز الورم اللي فيها طبعا دي حاجات متقدمة شوية بتوعي الأوعية وتوعي الأشعة اللي بيشتغلوا فيها بس أنا ما ينفعش أعمل عملية دي لوحدة بتدور على الحامل لأن لأن مجرد الورم اللي فيه وهو بيحصل له ديجين ريشن أو بيحصل له أطروف أو بيحصل له نيكروزيس اللي هو الضمور أو تآكل بيطلع منه مواد بتؤثر على بطانة الرحم على المدى البعيد هل هتبقى صحية لحدوث الحامل بعد كده أو لا لسه الدراسات مش أكدها في حاجة زي دي فهو زي ما قلت لحاجة اللي هو الورم اللي فيه علاجه بالمنزار 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 بقى كهي بقى لوقت الأوراب اللي فيه واحدة من الحاجات اللي المنس بتفتي فيها كتير تعال نسمع صورة من صور الفتي يا أبو العرف مبدع الفتي يا بيشة ركب مع سواء تاكسي وطول المشوار عمالي يشتكيل إنه تأخر في الخلفة والحقن المجهري مشواره طويل قلت له أنت بتقول لي كده يسطع عشان أدفع فوق العداد قال لي حاشة لله ما باخدش أكتر من حقي أنا باستشيرك يمكن عندك حل قلت له ما تستنى شوية يمكن يحصل طبيعي قال لي استننا كتير وخايفين القطر يفوتنا قلت له امشي نص المشوار والريح امشي في كل خطوات وتجهيزات وحل المشاكل اللي قبل الحقن المجهري وبعدها ما تروحش تاني واستنى نزلني هنا قال لي يا باشا انت مش نازل لاتجاه التاني ألف وانزلك متعديش لوحدك ده طريق خطر قالت له لا لو استنت اليوترن مع الزحمة هادفع أكتر أمال أنا لسه أقيل لك ايه صباحك زي العسل كم من الفهلاوة يوجد به اه طبعا ما فيش كلام من ده خطوات تأخر الحمل معروفة وما ينفعش اللي هنعد خطوة ما ينفعش اللي هنستعجل خطوة أو نستنى في خطوة ونقعد المستنيين فيها لو حصلها تأخر في الحمل بنعمل لها لفحوصات بندي تنشيط ما حصلش حمل أشعب السبغة ما حصلش حمل منزار ما حصلش حمل بحاني مجاري نقطة ما ينفعش الانترنت نعلم في مرحلة على طول لأنه بقى بيجي لبعض الرشدات بتبقى الواحدة بقى لها مثلا سنة أو سنتين بتاخد من نشيطات عشرين رشدات كل شهر بتاخد من تنشيط متأم زي ما هو بيعمل اه طبعا هل الأورام اللي فيها تقلب أورام خبيثة؟ لا بس الأورام اللي فيها للسيدات اللي عندهم أكتر من 40 سنة لازم يتابعوا البطانة الرحم لأن الخوف كله من بطانة الرحم لأن بيحصل فعل نشاط بزيادة فممكن تقلب أورام مش حميدة لكن ورام نفسه لا يتحول لأورام مش حميدة إذا زهر أورام خبيثة؟ هو ورام زهر لوحده 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 من أوله كده نورتنا 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 متعة خاصة جدا فيه فهم الدقيق جدا للنمط العلمي التوصيفي للأورام اللي فيها من ضيف العزيزة القيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع في هذا المجال لأستاذ الدكتور محمد حسني استشاري أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب والحق المجهري وجراحات المناظير صاحب مجلستير حق المجهري من جماعة ميسينا بإيطاليا ودبلو من جراحات المناظير المتقدمة من الهند وجراحات المناظير المتقدمة والدخيخة من فرنسا وعضو جمعيات الأوروبية والمصرية والأمريكية للخصوبة وتأخر الإنجاب كان ضيفي فيه الناس الحلوة في واحدة من أكثر الموضيع شهرة وأكثر من تشارة الأورام اللي فيها يخفى أن أنا أقول لكم أن واحدة من كل الأربعة عندها أورام ليه فيه وأنه نص اللي دخلين عندهم تأخر إنجاب من السيدات عندهم أورام ليه فيه خليكم فاهميني الكلام تلك ويسا خليكم مع الناس حلو